لا قروضة خارجية بعد الآن وإن وجدت فهي بشرط مشدد أكثر ما أثقلها كاهل الدولة العراقية بعد العام 2003 الديون الخارجية التي بلغت أكثر من 100 مليار دولار وزارة التخطيط أكدت أن الاقتراض الخارجي سيكون للضرورة القصوى وفي حالتين فقط الأولى أهمية المشروع الكبيرة والثانية عدم توفر السيولة النقدية لتنفيذ هذا المشروع سيكون الاقتراض مشروطا بأمرين اثنين الأمر الأول هو وجود مشاريع مهمة جدا والأمر الثاني مرتبط بالأمر الأول هو عدم وجود سيولة مالية لتمويل هذه المشاريع وبالتالي من هنا يأتي القرار بتخفيض أو تقليل الاقتراض الخارجي إلا عند ضرورة القصوى بالتأكيد أدوان نتكلم عن تقليل الاقتراض الخارجي معناها نقلل الاعباء على الاقتصاد العراقي كلما زادت القروض كلما كان ذلك عبعا على الاقتصاد هذه تتطلب فوائد وتتطلب تزديد مستحقات جدولة في بعض الأحيان بالنتيجة هذا حقق له تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد العراقي بارتفاع أسعار النفط لا يحتاج العراق إلى قروض خارجية وعلى الحكومة استغلال ذلك الارتفاع بتغطية الديون السابقة الديون خارج داخل تصل حوالي 140-130 مليار دولار هذه الجدول ما الديون مع الأسف ما تصر التزام بها شقة المجتمع الدولي تبدأ تنخفض بالدولة المدينة هناك عبث وفساد هي اللي قادة العراقي لهذا المستوى الآن مع ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق السبعين 75 لا أعتقد هناك حاجة إلى قروض جديدة لأنه يجب أن تصاغ الموازنة بدون عجز متخصصون في الاقتصاد يقدرون أن أي مولود عراقي يولد وفي ذمته أربعة آلاف دولار من الدين الخارجي بسبب القروض غير المدروسة ونتيجة السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة التي اعتمدت على القروض الاستهلاكية لدفع الرواتب فقط للقروض الاستثمارية التي تسدد نفسها بنفسها من بغداد أنس يوسف قناة الفلوجة